عرب مصر عرب مصر هم نتيجة توالد سكان مصر الأصليين والعرب الذين فتحوا مصر في سنة ستمائة وأربعين بقيادة عمرو ابن العاص وعرب مصر ليسوا عربا بدمهم وإن كانوا عربا بلغتهم ودينهم فقد لنا العلم أن العنصر العربي الغالب لم يلبف أنطغ عليه العنصر المصري المغلوب الأوفر عددا والأكثر احتمالا لجو مصر وأن العناصر المتدافلة لم تلبف أنت وارت وأن المصري الحضرية العربية بدينه ولغته رجع لقدماء المصريين في زمن الأهرام أي ذاسعة في كتفه ووجهه وغلظا في شفتيه ونتوءا في وجنتيه ومشابهة للأصنام المنحوتة في قديم الآثار ولم يكن عرب النيل الحضريون أبناء لقدماء المصريين بتقطيعهم فقط بل ورثوا عن هؤلاء أخلاقهم ولطفهم وأدبهم أيضا وهم يخشون لما عانوا من ضروب الاستعباد منذ قرون جميع السادة ولا سيم الأوروبيون فقد استطعت حين ذاعت الأنباء في القاهرة بأن مصر مضطرمة بالأسيان والملاحم أن أجول منفردا في القرى القائمة على ضفتي النيل من غير أن يصيبني أذى واحتياجات الفلاح المصري قليلة جدا وهو يعيش من غير تفكير في المستقبل والوقت والأبعاد ويكون جوابه لا أعلم حين سؤاله عن أشياء كان يجب أن تكون التجارب المتكررة قد هدته إليها ولا يعرف مدة السفر بين قريته وإحدى القرى المجاورة ولا المسافة بينهما ولا يرى له مصلحة في معرفة هذا ونشاهد في مصر مثل ما نشاهد في جزيرة العرب وسورية من الأعراب والحضريين ونرى الفرق بين أعراب مصر وحضيريها أعظم مما في أي قطر آخر لاختلاف العرقين في مصر فضلا عن اختلافهما في المعيشة وإذا كانوا عرب المدن قد تحولوا بفعل التوالد المستمر إلى مصريين فإن أعراب مصر لم يختلطوا بسواهم نظرا إلى طرق معيشتهم الخاصة وهؤلاء الأعراب يشبهون بقناء نوفهم ورقة شفاههم وطول وجوههم وعيونهم اللامعة نثال العربي البدوي في زمن محمد والأعراب فقط هم أهل الحرب والنزال المرهبون في مصر وهم الذين يجب أن يخافهم الإنكليز في غزوهم الجديد لوادي النيل إذا لم يشتروا حيادهم بأي ثمن وينصب أهل البدوي من عرب مصر خيامهم في الصحاري الرملية القريبة من ضفتي النيل وهم قل ما يخشون جانب الحكومة ولا صلة بينهم وبين الفلاحين الذين يبغضونهم ومعيشة هؤلاء الأعراب كمعيشة العرب البادية فالعربي البدوي هو أينما حل وحيثما اتجه ونرى في مصر عناصر كثيرة أخرى كالترك والأقباط والسوريين والزنوج والأوروبيين وغيرهم من العناصر التي يندر أن تتوالد هي والفلاح المصري ومن تلك الشعوب نذكر الأقباط الذين وإن كانوا لا يعدون حفدة خلصا لقدماء المصريين فإنه يرى بينهم أشخاص مشابهون ويودين الأقباط بالمصرانية ولن يختلطوا بالعرب ويقتنون في مصر العليا وببعض القرى والمدن كأسيوت وتشبه لغتهم لغة قدماء المصريين ويقدر الأقباط المقيمون بمصر بمئتي ألف نفس وهم أفضل في الثقافة من عرب الوقت الحاضر ومن الترك على الخصوص وأنهم وإن كانوا لا ينالون أعلى المراتب بسبب دينهم يعطون المناصب الإدارية التي تتطلب جهدا ودرايا وأما الترك الذين حلوا محل العرب في مصر فإن تأثيرهم في تكوين العرق المصري غير موجود وتتألف منهم الآن طبقة أورستقراطية لا تختلط بالسكان ولا يزيد عددهم على عشرين ألفا ترجمة نانسي قنقر